بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افرج عن إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس في هذا الفيديو ستشاهدون كيف فعلنا هذا الفهرس بكل بساطة وستكونوا قادرين على أن تفعلوا مثله طبعا بدقائق معدودة بسم الله الرحمن الرحيم لعمل فهرس موضوعات في الورد الأمر بسيط جدا هناك طريقتين الطريقة الأولى يستخدمها بعض الناس يضغط زر يمين على العنوان ثم يختار فقرة أو باللغة الإنجليزية Paragraph لمن عنده وورد باللغة الإنجليزية Paragraph ثم يذهب إلى هنا مستويات المخطط التفصيلي ويختار المستوى الأول إذا كان العنوان من مستوى الأول أو إذا كان عنوان من مستوى الثاني يختار المستوى الثاني أو Level 1 Level 2 حسب إذا كان عندك لغة عربي أو لغة الإنجليزية أنا لا أفضل هذه الطريقة نستخدم طريقة أخرى أبسط منها وتساعدني في التنسيق كما رأيتم هنا عندنا عنوان أو باللغة الإنجليزية ممكن يكون Title عنوان 1، عنوان 2، عنوان 3، عنوان 4 طبعا إذا شخص عنده أكثر عنوان أكثر من مستوى هنا العنوان رقم 1، 2، 3، 4 طيب قبل أن نبدأ نضغط على زر يمين العنوان رقم 1 ونضغط على تعديل أو Edit ثم من هنا نختار الإعدادات التي نريدها هنا الخط وهنا حجم الخط وهل يكون عريض؟ طبعا العنوان غالبا عريضة وأين يكون في الوسط؟ منتصف في اليمين؟ سنختاره في الوسط وهنا اللون الذي نريده الآن نضغط موافق الآن نشير على العنوان ونضغط فقط على رقم 1 كما رأيتم تعدل الخط وتعدلت الأعدادات كاملة وأصبح في المستوى الأول وأصبح عنوان رقم 1 ننزل الآن هنا أيضا عندنا عنوان رقم 1 نضغط رقم 1 الآن عندنا هنا عنوان مستوى الثاني أو عنوان 2 نضغط بنفس الطريقة زر يمين على 2 تعديل ونختار العدادات التي نريدها مثلا أنا اخترت العدادات من قبل ووضعتها في اليمين ضغط موافق كما رأيتم الآن نشير ونضغط فقط على عنوان رقم 2 هنا مثلا عندنا عنوان رقم 2 عنوان رقم 2 وهكذا سنمر على المبحث بشكل سريع الآن عندنا هنا عنوان رقم 1 هنا عنوان رقم 2 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 أو شكنا على انتهاء من المبحث الأول طيب الآن عنوان رقم 2 وفاته انتهى المبحث الأول المبحث الثاني بنفس الطريقة طيب بإمكاننا أن نضغط على بحث هذا الأمر يساعدنا ونضغط على هنا العناوين أو title نضغط هنا بحث أو search باللغة انجليزية ثم title كما رأيتم الآن هذه هي العناوين هنا عنوان رقم 1 عنوان رقم 2 إذا أخطأنا بإمكاننا أن نتنقل من هنا أو نغير بإمكاننا مثلا نضغط على الزر يمين وترقية فيكون هذا العنوان رقم كما رأيتم رقم 1 أو نخفضه فيكون عنوان رقم 2 بهذه الطريقة طيب وفاته انتهينا من بحث الأول من بحث الثاني بنفس الطريقة سأسرع العملية هنا عنوان رقم 2 كما رأيتم فقط عنوان رقم 1 رقم 2 طيب إذا عندك عنوان رقم 3 أمر بسيط تضغط هنا وتختار عنوان رقم 3 نحن سنختار 1 أو 2 للتبسيط هنا عنوان رقم 2 يا الله اصبروا معنا قليلا أو شكلنا عن انتهاء أمر بسيط إن شاء الله طيب مؤلفاته عنوان رقم 2 مؤلفاته عنوان رقم 2 طبعا أنا ما احتممت كثيرا بالتنسيق للسرعة الآن ممكن نذهب إلى صفحة جديدة في النهاية بعد انتهينا نذهب إلى صفحة جديدة ثم نضغط على مراجع أو باللغة الإنجليزية references ثم نضغط على جدول المحتويات وباللغة الإنجليزية table of continents ونختار الشكل الذي نريده من هنا سأختار هذا الشكل مثلا طيب الآن كما رأيتم هذا هو الفهرس بكل بساطة طيب أنا أريد أن أغير مثلا مكان الفهرس أريد أن أجعله في بداية البحث هذا ممكن بسيط نحذفه مثلا نضعه هنا ممكن أن نضعه في البداية أو إدراج صفحة فارغة طيب هنا نذهب إلى مراجع نفس الشيء إدراج محتويات هذا هو فهرس المحتويات طيب كما رأيتم هذا هو الفهرس وضعناه في بداية البحث وإمكاننا أن نضعه في نهاية البحث طيب نريد أن نغير بإمكانك أن تغير فهرس المحتويات أو الفهرس طيب تريد أن تغير الخط هذا بسيط بإمكانك أن تغير اللون الذي تريده والخط الذي تريده طيب بإمكاننا أن نغير هنا أيضا مثلا بإمكاننا أن نضع الضغطتين على المستوى الأول ونغير الخط إلى اللون الأحمر وكما رأيتم كلها تغيرت إلى اللون الأحمر فونت عريض بإمكاني أن نغير إلى فونت عريض ويتغير كل المباحث الرقم واحد بهذه البساطة طيب سؤال آخر لو شخص أراد أن يغير أرقام الصفحات أو حدث شيئا أو غير شيئا في الصفحات أو في العناوين أمر بسيط مثلا أسعب المثال تركنا هذه الصفحة فارغة صفحة رقم ثلاثة فارغة طيب ماذا نفعل؟ نذهب إلى الفهرس زر يمين وتحديث الحقل تحديث الحقل نضغط عليه يظهر لنا خياران الخيار الأول تحديث أرقام الصفحات فقط إذا غيرت فقط في أرقام الصفحات تضغط على هذا الخيار وإذا غيرت الجدول أو غيرت عنوان آخر أو غيرت من مستوى العنوان تضغط على الخيار الثاني نحن غيرنا فقط في أرقام الصفحات شاهدوا الآن رقم ثلاثة تغير تغير والآن أصبح كما رأيتم بإمكانكم من هنا أن تتنقلوا وبإمكانك أن تضغط من هنا على العنوان مثلاً وتضغط هذا الزر كوترل وتضغط عليه كما رأيتم نقلنا إليه وبهذه البساطة نكون قد انتهينا من شرح كيفية فهرست الموضوعات بكل بساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة